تحية طيبة لكم ولمشاهديكم الكرام وحقيقة لا تفصلنا سوى ساعات قليلة عن جلسة مجلس النواب الجلسة الأزمة أنا أعتبرها ولا أعتقد هناك جديد عن جلسة السبت سنرجع للمربع الأول عدم اكتمال النصاب وكل طرف الآن يعتقد أن هناك تكتمل المعادلة التي يرغبها ولكن أعتقد الأزمة ستبقى لأن التحالف الثلاثي لا يمكن أن يحقق المئتين وعشرين وأيضا الطرف الآخر يبقى على موقفه عدم الرضوخ إلى المطلب الذي يطمح إلى الطرف الآخر أنه يحقق الأغلبية السياسية نعم هل ترى المفاهيم الدموقراطية بالعراق الضب بثعدنا وعدم مفهومة يعني الدموقراطية الآن هي دموقراطية صورية يعني التحالف السابق للإطار كانوا يدعون إلى الأغلبية الوطنية وكلهم تصريحاتهم وكل زعماتهم أنه يريدون أغلبية وطنية ولكن عندما لا أتحقق الرقم المطلوب الآن أصبحوا يرجعون إلى التوافق كانوا رافعين عملية التوافق أما الطرف الآخر أنه يريد الأغلبية الوطنية حقيقة غير قادر على تحقيق النصاب الكامل لذلك نحن راح نرجع إلى نفس الأزمة التي سبقت يوم السبت ونرجع إلى أزمات أخرى وللاختيارات الأصعب أما الحل الحلول الأخيرة في اللحظات الأخيرة وتسعفهم المحكمة الاتحادية بقرار آخر غير يوم ستة أو الذهاب إلى حكومة تصريف الأعمال وهنا الأزمة والطامة الكبرى نعم الفضل نعم دكتور رياض هل ترى أن إدراج فقرة التصويت على اللجان النيابية في جلسة الأربعاء سيجبر ربما بعض القوى المقاطعة لدخول الجلسة وبالتالي إكمال النصاب هذا جزء من عمليات الاستمالة وجزء من عمليات الترغيب للحضور إلى جلسة البرلمان أعتقد هي خطوة الهدف من عدها هو الحضور والاكتمال لأنه القرار الآن في الأغلبية البرلمانية الموجودة هي النصف زائد واحد لتمرير القرارات المؤقتة خلال هذه الفترة وأيضا بنفس الوقت إجبار النواب على الحضور وإغراءهم بمغريات اللجان وأيضا المغريات الأخرى وخاصة إلى المستقلين اللي حقيقة كانوا في جلسة السبت كان حضور لهم واضح والآن الكثير منهم أعلن مقاطعته لأسباب عديدة هناك تكهنات تقول أنه كانت الصفقات غير مكتملة بالحضور وبنفس الوقت هناك تقاطعات حسب المواقف السياسية أعتقد قضية اللجان البرلمانية هي جزء من عملية الأغراء والاستمالة للحضور والاصطفاف مع المواقف للجانب الآخر ويعني باعتقادي أنه جلسة يوم غذ لا تختلف عن جلسة يوم السبت وسنعود إلى التأجيل ليوم ستة هو التأجيل الأخير وخلال هذه الفترة احتمال أن تكون هناك مفاوضات أو ينضخ الطرف الثاني لأخذ دور المعارضة ولو هي هذه الثقافة غير سائدة الآن بالعراق وغير مستساق قضية المعارضة بالرغم من أنه الدموقراطية تبنى على المعارضة والحكومة ومراقبة أداء الحكومة يعني ليش ما ننطي فرصة اليوم ننطي فرصة إلى هذا الجانب لتمرير مشروع الذي يعلن أنه راح يجي يحارب الفساد ويؤدي الخدمات إلى الشعب العراقي وأنتم راقبوا وحاسبوا وشوفوا أداء الحكومة لكن هذه الثقافة غير موجودة بالرغم من أنه كانوا ينادون بالفترة السابقة أنهم مع المعارضة أو الدخول بتحالف أغلبية لكن الآن نسفة كل هذه المشاريع والوعود والتعاهدات التي قطعوها للشعب العراقي أما موقف الشعب العراقي الآن أزاء الكتل المستقلة حقيقة هو يعول على مواقفهم رغم قلتهم ورغم عددهم الغير مؤثر بالمعادلة السياسية ولكن هناك أمل في اتخاذ موقف واضح مشرف للشعب العراقي يعني أزاء التضحيات التي قدمها الشعب العراقي من خلال ثورة تشرين وعدم العودة إلى حكومة التوافق واقتسام المغانم واقتسام المغانم على الحساب الشخصي والحزبي ولكن يبدو أن قضية اللجان البرلمانية هي أولى البوادر التي تؤكد على الطموح نحو المغانم الحزبية والشخصية من خلال هذا الإجراء الذي صار بالبرلمان وأيضا حتى موضوعة الأمن الغذائي والمشاريع التي ستقرر خلال هذه الفترة هي ذر الرماد بالعيون بنفس الوقت وعملية استمالة للنواب خلال هذه الفترة للانضمام للكتل الأخرى نعم دكتور برأيك أين ترى مفتاح الانفراجة هل هو داخل البيت الشيعي أم البيت الكردي بالنسبة لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية نحن نطمح أن نبتعد عن هذه المسميات ما للبيت الشيعي والبيت الكردي فعلا نريد حكومة وطنية على أسس صحيحة ولكن هي أصبحت يعني هذه اللبنة السياسة العراقية أصبحت واقعة يعني هناك بيت الشيعي وهناك بيت سني وهناك بيت كردي ولكن الآن المشروع المقدم كحكومة وطنية هناك أكراد وهناك سنة وهناك شيعة لماذا نرجع إلى البيت الشيعي ولازم هو يشكل الأغلبية دعنا نجرب دعنا نشوف أداء الآخرين هل هم بصالح الشعب العراقي هل هم يعالجون مشاكل هل يعودون إلى المربع الأول دعنا نجرب يعني نحن باقين لأنه صارت هذه بعد بصمة لا يمكن أن نغيرها بيت شيع وبيت كردي ولكن الآن الواقع يفرض نفسه الأكراد حقيقة الآن هم واقفين على التل يراقبون المشهد وأيضا بنفس الوقت صرحه يعني قالوا خلي البيت الشيعي يصفي أموره ويجينا للحكومة ولكن الآن الواقع فرض معادلة جديدة وخاصة يعني التيار الصدري الآن يصر على حكومة وطنية تتألف من التحالف الثلاثي ولكن يعني الأطار يرفض هذا الموضوع ويريد أن يعيد إلى التوافق نحن كشعاب عراقي الآن معظم الناس أنه لا تريد هذه عملية التوافق معناها إذا عملية التوافق معناها رجعني إلى المحاصصة القديمة وهذا حصتي وهذا حصتك وهذا إلي وهذا إلك ونرجع للجانة الاقتصادية وإلى عمليات النهب والسلب ومثل ما جرت العادة من 2003 ولغاية الآن ولكن الآن نريد ونطمح إلى حكومة فعلا تمثل نبض الشارع وهموم الناس رغم أنه الأزمات قادمة للعراق أزمة غذاء أزمة ماء أزمات متراكمة من 2003 ولغاية الآن قتل غير مبرر جرائم ارتكبة لحد الأنماك محاسبة إذن دكتور في الحديث من خلال حديثك عن شكل الحكومة المقبلة من خلال حديثك عن شكل الحكومة المقبلة هل ترى أن هناك مستاح للانفراجة أو هناك فعلا أمل في تشكيل حكومة أغلبية ووطنية في ظل هذه الظروف السياسية هل هي مهيئة لحكومة بهذا الشكل أنا أعتقد المناخ الآن السياسي والشعبي غير مهيئة لقضية الأغلبية ولكن إصرار التحالف الثالثي على تمرير هذا الموضوع أتوقع أنه لا تمرر هذه القضية الآن ستكون حكومة تصريف الأعمال هي الحل ومن خلال الأغلبية البرلمانية الآن الموجودة في البرلمان ستمرر بعض القرارات وستمرر بعض القوانين التي تخدم حكومة الأغلبية وأعتقد إذا وصلنا إلى عنق الزجاجة وماك حل وبقى الانسداد ستكون رغم أنه كل الأطراف لا تريد تحل البرلمان ولا تعيد الانتخابات ولكن يبقى هو الحل الأخير إذا ما المحكمة الاتحادية صدرت شيء جديد لإنقاذ الأزمة الحالية لأنه الأفق الآن لا توجد حلول أنه الأطار سيكون مع الأغلبية ولا يتنازل وسيبقى ثلث المعطل يحاول أن يزيد هذا العدد من خلال كسب الكثير من أصوات النواب المستقلين الآن بالبرلمان وسنبقى في هذه الدوامة ولكن الآن أنا أرى أن حكومة تصريف الأعمال هي الحل القادم خلال هذه الفترة إذا ما أعيدت الانتخابات نعم إذن دكتور من خلال غياب الحل من الداخل هل نتوقع أن يكون هناك حلا من الخارج ربما؟ نحن أكيد أكيد يعني العراق مبعيد عن المحيط ولا مبعيد عن الإملاءات الخارجية وكل يعني أمور تسير من الخارج وأعتقد هناك مسؤولين إجوا من إيران ومن غير يعني طرف آخر إجوا للعراق يحاولون أن يعني يعالجوا هذه الأزمة ولكن أصرار السيد المقتدى خل هذه الأمور في هذا الموقف وأعتقد هناك يعني سيكون هناك ضغوط من دول الجوار ومن أطراف معينة واضحة أن لا تريد أن نغادر هذا الجو العايشين به أنه البيت الشيعي لازم يكون هو المهيمن ورئاسة الوزراء لازم تكون من هذا المكون ورئاسة الجمهورية من هذا المكون ورئاسة البرلمان من هذا المكون هي الرسمة القضية بهذا الشكل ولكن الآن الشعب العراقي وبعض القوى الوطنية وبعض البرلمانيين الآن موجودين يريدون أن يحاولون أن يغادروا هذه الثقافة وهذا العرف السياسي الساعد من 2003 ولغاية الآن ولكن دول الجوار ودول معينة واضحة تحاول الضغط وتمرير مشاريحها لأنه مشروح الستراتيجي لا يمكن أن ينمو ويستمر إذا لم تكن بهذه الصيغة ويبقى العراق والشعب العراقي تحت مضرقتهم نعم لو ذهبنا دكتور إلى حكومة أغلبية ما هو السيناريو القادم كم ستصمد هذه الحكومة وبالمقابل أيضا لو ذهبنا إلى حكومة توافقية أيضا كم ستصمد من خلال المدة أو من جانب المدة نحن نتمنى أن تكون هذه الأغلبية الوطنية وفعلا يعني نفذون ما وعدوا الشعب العراقي بمحاربة الفساد استعادة الأموال المنهوبة أرجاع الحقوق إلى تشرين وإلى تضحيات الشعب العراقي نتمنى هذا الموضوع ولكن لا أعتقد أن الطرف الآخر سيجعل الأمور تسير بهدوء والأمن المجتمعي مهدد وسبق وإن كانت هناك بعض يعني المواقف وردود الأفعال كانت واضحة من بعض الأطراف أزاء المواقف التي تتصاعد بهذا الاتجاه ولا أعتقد أن حكومة الأغلبية الوطنية ستمشي بشكل هادئ وميسر لم تكن هناك أزمات جديدة تفتعل وهناك قضايا تطرح على الساحة تؤجج من الوضع والسلم الأمني والسلم المجتمعي من خلال عدم ومحاولة عدم نجاح تجربة حكومة الأغلبية الوطنية والعودة إلى حكومة التوافق وحكومة التوافق معناها يعني ماكو جديد والانتخابات التي عول عليه الشعب العراقي ما بها أي جديد لأنه سنعود إلى نقطة البداية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر